مجزرة مدرسة الفخورة مجزرة جرت صباح اليوم بدم بارد قتل للأطفال والنساء والرجال العزل الاحتلال قصفهم في مدرسة تابعة للأمم المتحدة الفخورة ذلك الرمز لصمود المدنيين في أرضهم شمال غزة في مخيم جباليا للمرة الثانية يقصفهم الاحتلال الإسرائيلي ويقولون نموت على أرضنا ولا نرحل بأي ذنب قتلوا وأين هي الضمائر الحية أما آن لهذا القتل أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين في قطاع غزة في عدوان مستمر فيما تحاول قواته البحث عن نصر ولو معنوي بحصارها للمشافل الفلسطينية في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين أينما كانوا فاجعة مجزرة الفاخورة في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فهل تصدرت الضمائر الحية في كل مكان في العالم؟ وهل أصحاب الضمائر الحية في كل مكان؟ سيقولون للاحتلال الإسرائيلي توقف عن هذا القتل الهمجي 42 يوما من قصف من انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية الإنسانية وما زال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في القتل ترجمة نانسي قنقر